بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرف المرسلين السلام عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو احببت ان اشارك معكم ميزة جديدة ومهمة جدا اضافتها جوجل لتطبيقها هذا التطبيق الذي اخواني الكرام في اصداره 2.2.008 الذي سوف تجده خارج سوف تجده الرابط اسفل الفيديو سوف يستطيع تحديد الموقع الجغرافي الخاص بهاتفك حيث تمت اضافة ايضا المعلومات الخاص بالهاتف الى التطبيق حتى ان تمت فرماتات الهاتف الخاص بك اخواني الكرام من قبل السارق سوف تستطيع دائما تحديد الموقع الجغرافي الخاص بذلك السارق واي يعني مكان تواجد فيه يعني هاتفك هذه النقطة اخواني الكرام سوف تصعب المأمورية بتوحل على السارقين اذا عارفوا فعلا بانه تمت اضافة هذه الاشياء بحيث انه سوف يخاف اي شخص ان يسرق هاتفك لانك سوف تستطيع دائما تتبع المكان الجغرافي الخاص بهاتفك من خلال هاتي الميزة الجديدة الموجودة هنا اخواني الكرام كما سوف تشاهدون هاتي الاصدار كما ذكر 8.2.2.2.0.8 موجود فقط خارج بلاي ستستطيع تحميل الشيء الذي سوف تقوم فيه يعني في حالة ما سرق هاتفكم سوف تقوم تحميل هذا التطبيق في يعني هاتف اخر سوف تستعملونا وذكر بانه النسخات يعني النسخات يعني سطح المكتب او نسخات يعني المتصفح غير موجود في هذه الميزة فقط موجودة في هذا التطبيق بحيث انه سوف تقوم بفتحة التطبيق ثم تسجل بنفس البريد الالكتروني الخاص بيعني الجيميل الذي كنت تستعملو في هاتفك القديم يعني استعمل في حضامات جوجل طيب بعد ان تقوم تسجل الدخول سوف تجيب طوح الحال جميع الهاتف التي ربطت بها هنا ثم الهاتف المقصود اخوانا الذي سرق منك سوف طوح الحال يتم تحديد دائما موقع الهاتف يعني او اي مكان متواجد فيه اخواني الكرام لذلك يعني فمن قبل لا يعني كانت هذه المعلومات تسرق او يعني او يعني ترسل بهذا المفهوم من خلال بترحل حال خدمة يعني الجيميل الذي ربطتها في بترحل حال او خدمة حساب جوجل الذي ربطتها بالهاتف حين يعني معلومات يعني الهاتف يعني تستطيع مقرار الدخول على هنا حيث يعني سوف تجد الخاص بهاتفك وبهاتي الطريقة يمكن لك دائما تحديد يعني الموقع الجغرافي الخاص بهاتفك يا اخواني الكرام حتى وان تمت سرقته وفرمتته يعني فهاتي الاماكن هذه الاشياء يعني سوف يعني تتجوزها وتستطيع استرجع هاتفك اخواني كرام حتى وان تمت بيعه فتستطيع حديد الموقع الخاص بالهاتف يعني اه للشخص الذي اشترى يعني الهاتف لغير ذلك الاشياء التي كانت من قبل ايضا يعني من مثلا ارسال تنبيه يعني للهاتف ايضا ضغطنا هنا سوف يتم كما سوف تشاهدون ارسال تنبيه ثم ايضا يعني فرمتت الهاتف الى غير ذلك الاشياء موجودة اخواني الكرام بالتالي فهذه الميزة الجديدة اضافة رقم الامايل الى التطبيق يعني ميزة مهمة جدا جدا وسوف تصعب سرقة هاتفك اخواني الكرام حتى وان سرقت هاتفك فسوف تسترجع بسرعة انك سوف تحدث في اي وقت الموقع الجغرافي الخاص بهاتفك اخواني الكرام احببت ان اشير لكم يعني الى هذه النقطة حتى تعلمون بها لانه الاصدار الجديد غير موجود في بلاي ستور حتى الحين يعني اصدار موجود خارج بلاي ستور سوف تدرجون رابط اسفل الفيديو في هذه الميزة المهمة جدا اضافة كما ذكرت رقم الامايل الى معلومات الهاتف الخاص بهك المسروق حتى تستطيع دائما تحديد الموقع الجغرافي الخاص به حتى ان تمت فرمت الهاتف يعني في محاولة لمثلا يعني يعني تهرب يعني من السرقة بهذا المفهوم اخواني الكرام من قبل السرق اراكم ان شاء الله في موضع جديد الرابط سوف تجدون اسفل الفيديو حول مشاركة هذا الفيديو مع اصدقائكم حتى يستفيد الجميع في حالة سرقة هاتفهم و لا تنسى ايضا الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات و زيارتنا على موقعنا دوليدر بونتاق الخمسة بونتاق كوبا بما مع صفحتنا فيسبوك فيسبوك و كنتك مصراش حوال فتسامية وثماني فول في امان الله